اعلانات؟ اي نعم. اجورك عالية او زينة؟ حسب نوع الاعلان بس يعتبر عالية. صلاة اذا اليوم راسلتش سين من الناس. اللي كاني ما عملك هاي الاجور. ما عندي احد يساعدني ومشروعي تعبان. بصراحة. كون اللون ابيض. ويدل على الصراحة والنقاء ساعدي. شنو مشروع مثلا انطني مثال. اي مشروع كان يأكل منا خبزة عيش. يعني هو هيئ كل اموره. ووصل يمي وقل لي ما عدي. جواب بكي. يعني ليش يعني. يعني. ليش يعني. جزهم يدائن في لوس المشروع. كمه يدائن في لوس العلام. يدائن في لوس العلام. شوف هو عنده احجي يبين قاسي للمشهد. بس انت رتبت كل امورك توصل يم شخص تقول له والله ما اقدر. هو مدا يقول لك ما اقدر. ودي طلب منيش طلب مساعدة. واحنا كونا عراقيين وانسانيين بالاخص. وانت دولين اني انسانية. فما تساعدني؟ انا ساعد بلول ما حتى احد يطلب من يمي. بس من شخص يقول لك والله توصل يمك ويصير عارض. لا انت جهزت. انا ضد الشركات او ضد الناس اللي يجهز كل اموره ويصل الاعلانات ويقلل من قيمة الاعلان. ترى الاعلان اهم شي اليوم. ما هو الاعلان لو ما الاقيمة ما يجي يطلب اعلان اصاسا يعني. بالضبط اهم شي اليوم والاعلان. والموضي الهم مهم. حتى لو يجي الذكاء الاصطناعي. حتى لو تجي الفوتوشوب. حتى لو تجي الماشينز او الروبوتات. الانسان مو كوا له مثيل. مشان طولي كريستيانو الميسي ديش الاسعار بالاعلانات. طموحك الى حدود. ايه الى حدود. راضية حاليا. ايه الحمد لله. شلو الحرام من وجهة نظريتش. الانانية بس انه انت تسوي كل شي وما تفكر بغيرك. زيل. هو هذا الحرام بحذ ذاته. بس الانانية شوية هاي الانانية توجع يعني من يجي شخص عليك وانت سعيد باللقاءة وتحب وتحس يعني شخص قريب عليك. ولا بمعاملة ولا بدراسة ولا بشغل. تحس المقابل بس ده ياخذ. زيل. ويجي عليك وياخذ. تحس نفسك يعني. مرة سماعت واحد قل له له شنو الحرام من وجهة نظرك. قالهم اي شي ما يقبل علي ضميري. زين اذا ضميرك ميت شلون. بعد الحرام يصير او الغلاطة يصير. اذا المفروض مخافة الله فوق الجميع ونخاف الله بما نقدم للناس من كلام من شوف. اشتركوا في القناة